رد العادات التي تتعارض عحك الله أصدرت الكنيسة في القدس حك ألف بشان ألف إذا كان سي استثناء غير اليهود نتقى ليد اليهودية نقطة أصدرت الكنيسة في القدس حك ألف بشان ألف إذا كان سي استثناء غير اليهود نتقى ليد اليهودي وخلصوا إلى أنه نالضروري للأخوة أن يخد والله بحرية روحه دون إفساح حال قال للتقاليد البشرية التي كنا أنت نعي توسع الإنجيل كتب شيوخ الكنيسة بولوس وقال ولكن في ألف يتعلق بالا الذين يؤ نون كتبنا وقررنا أنه يجب أن لا يلاحظوا شيئا نهاذا القبيل إلا أنه يجب أن يحافظوا على أنفسه نالأشياء آل قد تن للأصنع نالد نالأشياء الخانق و نالفجور الجنسي أع أل الرسل التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة نقطة درسة تشير العديد نستطلعات الرأي إلى أن عدد آل سيحيين غير اليهود يفوق عدد آل سيحيين اليهود في هذه الأثناء سواء ولد سيحي يهوديا لا علينا يعن أن نطيع قواني الله يجب علينا الانخراط في أنشطة جديرة بالثناء جد أس الله على الرغم أن التقاليد قد تتحدانا في السلوكيات الأخلاقي ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين قواننا الله التقاليد البشرية ليست قواننا الله لذلك يجب علينا دراسة الكتب آل قدسة على النحو الواجب لفه تطلبات الله لا ياء كنا لنجاحنا أن يلتز إلا إذا عل ناوع لنا الحقيق سوف ياء جد الله أس هو إلى الأبد في حياة الناس الذين يتبعونه بشرف نقطة دعاء عزيزي الله لقد تعال تأن التقاليد البشرية تختلف عن عيار قداس الله لذلك أطلب كأن تنقذني نأي تقاليد قد يشكل تهديدا ستوى قداستك كنني نالتزا بنفسي بدراسة الكتب آل قدسة حتى كن نعيش الحياة آل توقع ني أرجوك أنقذ روحي نالخطأ حتى لا أشعر بخيبة لفي آلي الأخير باسا ياسعال سيح أتقل بطلباتي ألف مد ين